موسيقى مساء الخير مشاهدين هل باتت ولادة الحكومة في لبنان قريبة من سيكون الرئيس المكلف لتأليف هذه الحكومة هل حسم النقاش أم أن هناك مطبات وعقبات وتفاصيل وأسماء وشكل حكومة تعترض مهمة أو حتى الاتفاق على الاسم الجديد كل المعطيات تقول أن الاسم المرشح الآن هو السيد سامير الخطيب ولكن لا يبدو أن الاتفاق موجودا حتى الساعة لأن الشياطين تكمن في التفاصيل ماذا عن المرشح أيضا لرئاسة الحكومة الذي يتم التدول باسمه في الصحف في الكواليس السياسية فوق الطاولة تحت الطاولة الأستاذ فؤاد مخزومي النائب فؤاد مخزومي وهو رئيس حزب الحوار الوطني هل فعلا هو يتحضر لي استلام هذه المهمة إذا أوكلت إليه؟ وهل دخل فعلا في نادي المرشحين لتولي رئاسة الحكومات في لبنان؟ هل هي مرحلة جديدة؟ نحاول قدر الإمكان اليوم أن نضيء على الملف الحكومي على المشروع، على التدعيات، على الاسم، على التفاصيل عن لبنان في المنطقة، على الوضع الاقتصادي المتدهور كيف يمكن الخروج بحلول؟ كل هذه الأسئلة أحاول قدر الإمكان أن أطرحها على النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني مصال خير، ما بعرف إذا بعد فترة حسب المعطيات اليوم الموجودة والمتدول فيها منقلك ساعتنا مصال خير دولة الرئيس ولا بتفضل مصال خير سعادة النائب؟ أنا أفضل مصال خير سعادة النائب لأنه حتى فعليا نتفق ما هو الشكل الحركة الإنقاذية اليوم في كتير كلام عم يتداور على أسماء أنا بحزن على الطريقة اللي عم تتعطف فيها الأمور بهالشكل نحنا اليوم قدام مقصق مباقسة عملية أنه يمكن نفوت بعملية التفليس نحنا فتنا بمرحلة التفليس نحنا بالنفق قلص فتنا بالنفق يعني اليوم هلأ إن شاء الله نقدر نشوف في ضوء بآخر النفق ما يكون ترين في وجنا يعني حتى يروحنا على آخر أنا اليوم يلي بشوفه في كتير من طرح الأسامة قبل ما نفهم نحنا متفقين حجم المشكل قدرنا أوصف المشكل عرفاني فعليا شو هو اللي اللي عم نتواجهين فيه عنا حلول النهار يلي بنتفق على المشروع الإنقاذي فينا نحكي بالأسامة هلأ كل متفق أنه في مشكلة وفي أزمة والبعض بيعتبرها أنه مني أكيد أستاذ لا 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 في كتير عالم ما عرفانين أنه كل واحد بتعطى بهالأزمة تحت إطار أنا في أزمة بس نحنا ما بتطلع يعني عندك المصارف بتقول هادي مشكلة المودعين البنك المركز بيقول أخي أنا بتفعل سندات الخزينة بس أنا ما في أمن السيولة نعم بتطلع على السياسيين يلي بالآخر كانوا مشاركين بمرحلة الفساد من سنة 92 واللي كانوا شركاء مع المصارف وبالهندسات المالية بيقول لك يعني أنا بحزن على المواطن بس بالنتيجة هني معظم فلوسهم هربوه برات البلد أنا ما بعتقد بعد فهمني حجمه اليوم كلها تم نعرف أنه في بعض جهات سياسية بتقول أنا بأمن لجماعتي الأكل والشرب والدول والفلوس نعم بس بالآخر هيدا بلد واحد هيدا بلد فيه شرعية وغربية فيه ضاحية وفيه راس بيروت فيه جنوب وفيه شمال فيه البقاع وفيه فيه الجبل ما فينا نتعاطى بالأمور تحت إطار فقط أنه أنا جماعتي بحميهم هيدا وطن بالنتيجة يا قادرين أن نفهم حجم المشكل بلبنان كله ونقدر نوصل لخطة إنقاذية نعم نحن نحكي عن هذا الموضوع الخطط أول شي بدي أسألك اليوم سعدتك من يطرح اسمك لموضوع رياس الحكومي والله أنا مثل ما بتعرف عم بسمع بالإعلام مثل ما أنت عم تسمع ما حدا أحكي معك بعد أنا اليوم بحكي مع العالم كله بس أنا بالآخر موضوع الحكومي ما بحثتوا مع أحدا لسبب واحد اليوم في عنا نحنا دستور والدستور يقضي أن يكون هناك استشارات نيابية معنوة مثل أنا كنائب حتى بالآخر نفهم من هو المطروحين اليوم عم نسمع أسامي كتيري أسامي بحزن إنه نزدت بطريقة للحرق فينا نحنا نكون مختلفين مع كتير من الأشخاص يلي نزدت أساميهم من الأستاذ الصفاضي لكلتهم هنا انت فيك بتختلف معه بالسياسي بس ليه الطريقة يلي عم يحترقوا فيهن بالطريقة اللي مشت فيها إذا اليوم الفكرة إنه أي شخص غير الرئيس الحريري بدي يحرقه خلي يلجي الرئيس الحريري أنا بشكل حكومة مين أول شي عم يحرق؟ أنا بعتد يلي طبعا يلي بيحرق الأسامي هني يلي متضررين واليوم المتضررين هو تيار المستقبل والرئيس الحريري بس أنا يلي عم قول فيه طالما الكل وحسب الله متمسك بالرئيس الحريري يعني يخلي جيهو يشكل حكومة مين ما عم ييجي الرئيس الحريري برأيي مبعاركم إنت نائب بيروت أنا تقلكش علي وأنت كانت علاقتك كويسي إنت وي اياه ممتازق إلى فترة أم ام يا ما عندي مشكلة لحدا أنا نائب عن بيروت مم وأنا خط المعركة المعركة و atalent و33 وخاصة السنة ربحنيها ضد كل العملية التآمري اللي صار ضدي بس نحنا اليوم في عنا مشكل كبير مم مم الحزب الله عم يصر أنه لا يمكن تشكيل الحكومة لبرئيس الرئيس الحريري الرئيس برري لا يمكن تشكيل الحكومة لبرئيسه تعظيم إذا اليوم القوى الأساسية مصرة على الرئيس الحريري ليه ما بيجي الرئيس الحريري بشكلها ورؤساء الحكومات السابقين هلأ هون ما بعرف أنا هذا موضوع رؤساء الحكومات السابقين كل واحد عنده أجندته الخاصة ليه بده الرئيس الحريري يكون موجود مش لأنه بالآخر هني بالنسبة لأي لهم أي واحد غير رئيس الحريري بيعرضهم كلهم لعملية أنه يكون أفولهم للسياسي صار ابتدأ مشان هيك بيجربوا يحافظوا على بعضهم وبيها الموضوع هذا قوي كتير أي حدا غير الرئيس الحريري بيعرض رؤساء الحكومات السابقين لأفول سياسي يعني وكأنه أي شخص آخر صار بينافسهم أو هني حابطين حالة منافسة لا تطور بالك علينا الموضوع كتير حساس لأنه شفنا آخر فترة رؤساء الحكومات السابقين هني عم يكونوا كهيئة كمنبر كتقل اللي ما بيقوله رئيس الحريري هني عم بيقوله لحظة أنا هيدا مني مأتنا بهالكلام خلي لك يا من الأخي نعم من كان كان رئيس وزارة بعد اختيال الشهيد رفيق الحريري الرئيس نجيم ميقاطي نعم الرئيس فؤاد السنيورة صحيح الرئيس فؤاد السنيورة الرئيس نجيم ميقاطي والرئيس تمام السلام صحيح من تنازل عن حقوق الطائفة السنية ومن تنازل عن المصالحيات رئيس المجلس والوزراء هني هالخمس رؤساء الوزراء القادم ماضية لقنا اليوم نحنا خليني كفة معلش لما بيروحوا بيتشكوا لما بيروحوا بيتشكوا بالمملكة العربية السعودية اللي احنا من جلة وبنعتبر انه وقفت مع لبنان بأصعب أو أحلك الأيام بيروحوا بقولوا انه والله رئيس الحريري عم يتنازل حبيبي انتوا سلمتوا اياها مزلطة النتيجة معلاش هو ما حاول بالآخر يستعيد ما كان فصل لانه بالآخر خمس وزرات بخمس بيانات وزرية اعترفت بالمعادلة الذهبية الموجودة بعملية تنعطى لرئيس الجمهورية ثلاث وزراء مالش هن يشاركوا بضرب اتفاق الطائف لقنا اليوم بدل ما نحنا نجي اللوم الرئيس الحريري كنا لازم وكل كون يعني كل كون بالآخر نتيجي هالطبقة السياسية يلي اليوم تعتبر انه عنده نادي يلي سميتوا انت نادي نعم لا انتوا كنتوا واللي وصلتونا نحن السنة نعم ومقام رئاسة مجلس الوزراء لهالوع كلكم بسؤولين عنها استاذ فؤاد اليوم انت عم تقول عن رؤساء الحكومات السابقين بس مثلا على سبيل المسال رئيس نجيب ميقاتي كان متهم انه ما بيتنازل حتى من الحلفاء اللي يسموه بفترة من فترة انه ما بيتنازل دفاعا عن حقوق السنة خلينا نحكيها للأسف يعني بس هدا هدا اللي عم نسمعه شو كانت سميت حكومة الرئيس الميقاتي بالالفين واحداش حكومة القمصان السود ماليش خلينا نكون واقعين خلينا ما ندد ان نجي نحن شخصا القصة اليوم نحن عنا مشكلة انه هناك اربع رؤساء ويجارات حكموا ست مرات من الفين وخمس إلى هلا يلي اليوم الطائفة السنية بشكل عام عم تقول نحن بنعتبر حقوقنا مهدورة طيب مين يتنازل عن الحقوق من هو على رأس السلطة مش بالاخر المواطن اللي قاعد طريقة جديدة مش هو المواطن اللي قاعد بالاخر بزاق البلاطو براس بيروت فعليا هم تنازلوا عن هالصلاحيات واليوم عم ينقوا انه والله في ناس عم يجرب يحط ايده على صلاحيات رئاسة مجلس وزراء لا هن مسؤولين هن يوصلونا لهالحال الموجودة فيها لكن ما بقى حدا يزايد علينا انه هن الحامين وما تبقى بالاخر هن متآمرين على الطائفة لا الكلام مرفوض وبعدها والبرهن اليوم خلينا نتطلع فيه 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 محبة يلي عم يشوفها وعشق ما بين حزب الله والرئيس الحريري طيب اذا كان الطرفين وخيفنين على عملية المعركة السنية الشعيل وهذا اللي عم نسمعوا بصوا يا خيعة تفوا انتوا يا ورجعوا مثل مكانية بس السؤال ساعتها شو لح يعملوا هالشعب بالشارع يلي قالوا كلهم يعني كلهم ومنظومة الفساد كلها لازم تطلع لا يمكن اليوم ان نقول فيه طائفة ما كانت الا علاء بالفساد والبايا كلها تعلاء بالفساد يا انه هالشعب اللبناني عم يقول هالمنظومة صار لازم نغيرها ونمشي لقدان يا انه عم نضحك على حالنا ونرجع بالاخر من نفس المجنوع اللي كانت فيها عظيم انا اليوم حضرك اذا سمي الرئيس سعد الحريري ودعيت له استشارات هل راح تسمي الرئيس سعد الحريري اذا شفت اليوم في برنان انا اتبه اول مرة بعد انتخابات سميته لانه كان فيه فراغ لم ادي طويلة بس جينا على الثقة لا اتبه انا كنت واضح بالثقة قلت انا ما سمعته بالبيانة الوزارة لح اعطي الثقة لهم مدة 6 أشهر هذا اللي بدي قلت و 6 أشهر فشلت الحكومة مشروط وكنت بالاخر تعرفها معترض على الموازنة معترض على كل الخوال ثقة مشروطة أنا اليوم اذا شفت لح تتركب الحكومة بنفس الطريقة يلي تركبت الحكومة الماضية لماذا بالاخر بدي اعطيها الثقة هذا واحد نمر اثنين اذا اليوم نحنا بنتطلع على هالحكومة لالفين وستعاش قالوا لنا انه بالاخر مشروعة وفاق وطني ومحبة واخوة واخلاص طلع العجز من 6 مليار ل 11 مليار دولار هذا واحد بالالفين وسبتعاش بيبلش الثورة بالشارع نعم بعد اربعة ايام تجتمع اللجنة الخاصة لعملية الانقاذ الاقتصادي نعم وتطلع بمشروع موازنة زيرو عجز نعم دخل عرض حكى لنا طب الالفين وستعاش ما عملتوها شو هالعصة السحرية يلي فجأة لقيتوها انه بخلال اربعة ايام فيكوا تحلوها وثم استقال نحنا سيد الكريم لن نرضى بقى بعملية بيان وزارة كلام بكلام هيدا الغنية كلام بكلام ما بقى تنفع بعدها نحنا بدنا نشوف هل يترى هالمشروع الانقاذ فعليا يطبق اذا نحنا ما شايفينه انه في مشروعه لا نحنا ضد اي حكومة ده تتركب اذا ما كانت بعيدة عن الفساد والاشخاص اللي موجودون فيها فيها عطوا الثقة نعم للعالم تيشت استثمر عظيم استاذ فؤاد اليوم مطروح من الاسماء المطروحة اليوم متأدمي يمكن هي الاستاذ سمير الخطيب ابن بيروت لا منه ابن بيروت ابن منطقة تانية بقت النشحين نعم بقليل هل راح تعطيه ثقة نيابية بصفتك نائب او قبل راح تسميه اذا كان اليوم صار التوافق عليه تقول لك شغلي انا ما بمشي بالتوافق انا لني بكتلي ولا وافقت مع حدا وانا حربت الكل بالانتخابات وطلعت وانا بالنسبة للي ممثل ياللي انت خبوني وممثل اهل بيروت مالقش تنكون واقعيين نعم اليوم ما شفت بعد لليوم اي شخص فيه يبلش باي استشارات من خارج الاستشارات الرسمية تحتى يصوف فيه توافق انا بالنسبة للي هذا شخص لا يحترم الدشتور مم وقبل ما نحكم عليه نحن عم نقول خلينا نشوف ما هو شكل الحكومة نعم يعني لو ما سمينا فينا نعطيه ثقة اذا شفنا فيه برنامج قائم بس انا بالنسبة للي اذا الاسم والطريقة اللي عم تنتخلط فيها الامور والاشخاص هلما انت راح نسميهم يعني احنا عم نرجع المنظوم الماضي اذا المنظوم الماضي بالنسبة للي حتى لو رئيس حكومي جديد ما عندي مشكلة انا بيهمني المنظومة متكاملة اليوم الشعب والثوار عم يقولوا كلهم يعني كلهم هلذا يعني ما يعني انه كل واحد منهم من 92 لليوم كان فاسد بس فيه منظومة كاملة الكل كانوا مستفيدين فيها بما فيهن رجال الاعمال يلي كانوا مقربين بالسلطة وانتي بتعرف اليوم بالخزينة الامريكية بلشوا بعدة بلاد ما بس يحطوا على لائحة العقوبات المسؤولين اللي كانوا يلعونها بالفساد من هم شاركوا بإفساد المسؤولين بأي دولة من هالدول لقنا اليوم نحنا بنسمع كلمات كتير وعن السامي وقنتريات وبالتساوي وبعملية بالتراضي عم نشوفها كل العالم لقنا لقنا اي شخص كان له منظومة الفساد بنسبة لي بمعزل شو مركزه نحنا ضده يكون بالاخر له دولة بالمرحلة القادمة لا يمكن بعد مئة سنة نحنا سنة الجاي لحن فوت بالمئوية التانية واذا صار فيه توافق السياسي على اي شخصية انت حضرتك عم تصنفها ضمن دائرة معينة او مفهوم خاص ساعتها هن يمشوا ويكونوا مسؤولين عنها نحنا سوف نعلن المعارضة من اول الطريق انا مستعد اوقف مع اي شخص نعم ضمن هالخطة الانقاذية انا طرحت خطة انقاذية اي شخص يمشي فيها او عنده خطة شبيهة مع الفريق يلي بعيد عن منظومة الفساد ما له علاقة بالمرحلة القادمة انا بوقف بجنبه وبدعمه في اليوم نواب معك بشكله نفس الجو السياسي ممكن روحوا على جو المعارضة اذا صار فيه توافق على حكومة انتوا مطردوا عنها بالمرحلة المعارضة بسستاذ عباس انت بتعرف انه في كتير حتى بالكتل الكبيرة صار فيه ناس انسحبتهم بالكتل طبعا نائب شامل روكوز كله كله في عدة اشخاص وانا بعتقد فيه كلام مع بعض اشخاص اكتر يلي بلشوا ميزوا حالهم هولي الاشخاص شايفين انه لا يمكن انك تضلك انت بمنظومة الفساد اللي كانت موجودة بدك اذا فعليا بدك انت تحترم من انتخبك وتحضر لمستقبلك السياسي ما فيك تكون بهالمنظومات الموجودة فيها انا توقعاتي لحنشوف اكتر من هالاسامية اللي عم تطرحها لح تكون موجودة لانه بالنتيجة اليوم هالاشخاص فيك فيه شريحة من النواب تبعنا منه بمنظومة الفساد نعم اضطروا يفوتوا بهالكتل لانه كان القانون الانتخاب فارد على يوم واحد انا الوحيدة اللي اتحديت الكل بس برجع بلك ايها اليوم نعم فيه نواب بلشوا يحكوا علني انه لا الطريقة اللي ماشي فيها مش ريك بيه طب قبل موصل عن هذا الموضوع قيل ان النائف فؤاد مخزومي هو سيكون مرشحا لرئاسة الحكومة في حال اليوم ما مشي تتسوي العام عم تركب يعني اسمعنا بالصحف قرأنا بالمواقع الالكترونية صحفة الالكترونية المحترمة المقدرة اليوم بصحيفة النشر الالكترونية مقال طويل عريض تحت عنوان كسر الجمود الحكومي اما مخزومي واما الخطيط في حال ما مشوا بالتسوي وكأنه انت موجود من سيسميك اذا حدا ما حكي معك هل رئيس الجمهوري مندفع كما قيل باتجاه اسمك ماذا اذا عرضتك الكتل السنية الاساسية النيابية اليوم لحظة رئيس الحريري الرئيس مئاتي المبعرف مين لحظة لحظة نعم ما في كتل سنية رئيس مئاتي لوحده طيب كون صحيح رئيس كتلي أربعة ما في والواحد منهم مسلي ما لاش ما الواحد منهم سني خلينكم الواحد حين هو لوحده الاستاذ جيهاد الصمد لوحده نعم الفايسال كرامي لوحده اسامة سعد لوحده وانا لوحده عبر رحيم مراد عبر رحيم مراد ما لاش نعم النتيجة ما في شي اسمه كتل نعم في رئيس الحريري لهالقانون يلي كلها يتم نعرف كيف كانت نتيجه انتخابات بيروت فرزت حالة معينة انا بالنسبة لي لي مني جاي اخذ منك او اعطيك نعم في عندي مشروع انقاذي مش انا انا عاطي مشروع انقاذي مين ما تبنيه انا بجانبه قدمتوا مشروعك انتخابي لا غير انتخابي نعم احكينيها احكينيها ان احنا بدنا حكومة لمدة ستة اشهر نعم هالحكومة بيكون من متخصصين متخصصين بشغلتهم اليوم اذا واحد لا سمح الله معه معه سرطان بتجيب له النجار حتى بالاخر يديرها او بتجيب له حكيم سنان تجيب المختصين نعم اليوم اذا احنا عملنا حكومة مزغرة من 14 او 16 شخص فعليا تكون متخصصين بيان الوزاري فقط اقتصادي لا بتتعاطى لا بسليح حزب الله ولا بستراتيجية دفاعية ولا بموضوع علاقة مع سوريا حتى نكون واضحين شو يعني كيف ما بتقاربهن ابدا بيدلوا كما هون خيدلزك اذا ستة شهر يبدي يتعاطى بالاقتصاد او هالشخص بدي يتعاطى بالاقتصاد يبدي يتعاطى بالسياس العامة تحديات اساس فؤاد مفروض عليك ترسيم الحدود والنفط الغاز المقاومة لكن ما نحكي بالاقتصاد هيدا اللي خراب لنا بيتنا لما نحنا بننكبر الحجر ونوسع الدمان تبعنا بحياتك ما فيك تهلل الاقتصاد وتحت اطار ندنا نتعاطى سياسي مش اقتصاد وندخل اصحاب السياسي يلي مائلون علاقة بالاقتصاد وبنجيحهم بالاقتصاد تعملونا اقتصاد لانه هن سياسيين هذا اللي وصلنا للخراب يلي احنا فيه قل لي اي بلد بالعالم يا استاذ عباسي اي بلد بالعالم نجح اقتصاديا وخلوا السياسيين يلي بالاخر يا معينين يا وردينينا تيديروا اقتصاد البلد لو بالحد الأدنى جيبوا ناس بيفهموا بهالشغل قبل ما تقرروا لنا يعني اليوم مثلا مثل الموضوع القوانين المطروحة لمحاكمة الرؤساء والوزراء نعم انا مهندس انا مفهم بالقانون بس انا اذا كان في لجنة متخصصة عاطتني الموضوع وبجيب مستشاريني القانونيين بيقولولي يا هيدا صاحب غلط بالفهم بس منجيب نحنا كم نايم يلي ما قلوا علاقة بالقضاء منطلع بالاخر بنقول هيدا مماشي القانون ليه ما عم بفهم عم نتعدى على شغلة غيرناه نعم اليوم يا بدنا نعترف انه نحنا فيه عنا كفاءات بهالبلد خلينا نعتمد عليها لحتى نبني المستوى الأولى طيب انا بدي اسألك سؤال اليوم بنحكي عن مكافحة الفساد انا بقول لك ما فيه قانون انطرحه مش نايمة انا كنت ضد الجلستين يلي صاريت لانه شايف هالقانون كانت عملية تخطيط لهالبند يلي هو فلو انت اليوم بتعرف بالقوانين اذا فيه شي منه اسود وابيض نعم خلي بيجي لك اي محامي ابضاي بيبحس لك ياه وبيفت لك بعملية التشريع طب كان يناقش بالهيئة ويعدل ويدخل ويعد الى اللجان خلينا انا عم بقول لك انا نايم طارفتي بحضر كل اللجان باش انه عم باطي ونشيط نيابي ايه باش ما عم باطي انه بالاخر عم بيحكي بكلام من يشايفه قدامي سؤالي لك اذا اليوم نحنا بدنا فعليا نكافح الفساد سمحت السيد حسن نصر الله بودي كافح الفساد فخمت الرئيس بودي كافح الفساد دولة الرئيس بري بودي كافح الفساد الاستاذ جبران وليد جملاط بودي كافح الفساد جبران بسيد لكافح الفساد دولة الرئيس عبد ودي في الفساد الرئيس الحريب لكافح الفساد طيب اذا كنتم تكافح الفساد مين في فساد عنا بالبلد طيب بعدين لين طرتوا من 92 لليوم تتعلوا مكافحكم للفساد اذا كنتم شايفين في فساد بالبلد كل مسؤول عنا بيطلع بيقول بل شو فينا ما شفت حدا بالاخر قدم اسم لعملين فساد لانه تركيبة البلد الطائفية لانه النظام السياسي المهترق هو المسؤول اليوم عن الضغطيات والفساد والحمايات والبدكية لقد انا بفهم المواطن اللي قاعد اليوم بالشارع بقول ما بقى بصدقكم كلكم يعني كلكم اليوم لما نحنا عم نسمع هالكلام يلي حضرتك عم تقوله يلي هو طبع مش كلامك عم يحكوه سياسيين يلي عم يقوله بس كون تفهمونا انه نحنا تركيبة البلد غلط لقد انتو ما عندكم نية لمكافحة الفساد طيب انا بدي اسألك هالمواطن مثل هايدي التلميذي يلي بجامعة الكاسليك يلي طلعت وقالت نحنا بدنا نعلم معلميننا واهلينا يلي هني ما قدروا يعلمونا فيه نحنا مستعدين نضيع شهر وشهرين من حياتنا تنأمن مستقبل لألنا ولأولادنا وين الاهل يلي مبدأين كانوا مشاركين بمنظومة الفساد منظومة الفساد ليست فقط السياسيين منظومة الفساد كان فيه نوع من الاتفاق الغير معلن بين المصارف بين رجال الاعمال بين السياسيين مشان هيك اذا بتتذكر من سنة الالفين واتمنتاعش نعم صار في دراسة اصد رضها نيويورك تايم شو بتقول تسع تلاف واربعمية لبناني بيملكوا التمانية خمسة واربعين بالمية تمان واربعين بالمية من اصول البلد ان كان سندات خزينة ولا عقار ولا مال ولا كله وبيملكوا بكل سنة بدخلوا خمسة وعشرين بالمية من دخل البلد لهالمجموعة الصغيرة من هم هالمجموعة الصغيرة مستثمرين بالمصاريف السياسيين رزال السلطة يلي بالاقر فيما انت عم تشوف نعم انت اليوم بتسألك سؤال عم تشوف الاعراس ما بدنا نحكي على مين عم تشوف اعراس ولاد مسؤولين بالملايينة دولارات ومعاشوا مفروض تكون سبعة ثلاث دولار فسلي كيف العالم ما بدنا تشوف بالنتيجة انه فيه فسل نكبر عليها تقياها ديبا لكن اليوم نحنا لازم نوقف مع شعبنا ونفهم انه المطلوب هو فعليا مكافحة الفساد بكل مراحله حتى يأمن هالشاب انه له مستقبل بهالبلد مش مفروض يترك البلد كم اليهك مشيت مع الحراك بدي احكي عن هذه النقطة هل منضلنا منراوح بالسلبية ام مطلوب ايجابية بالمرحل المقبلة كيف الايجابية والمشروع الاقتصادي هل نحنا خلاص صرنا بالحديد ولا فيه امل لاعادة اليوم الانتفاضة الاقتصادية والمالية بعض الفاصل هذا الموضوع اتفصل فيه اوقو معنا مشاهدين اهلا بكم مجددا اعيد الترحيب وبالنائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني سعادتك يعني كنا عم نحكي على الوضع الواقع السياسي المراوحة السلبية حكومة تكنوسياسية ولا حكومة تكنقراط يبدو انه رئيس الحريري بده يشارك بالحكومة ولكن بخصائيين وليس بسياسيين يعني يمكن عم ينسجم مع مطالب اسمعناها بالشارع الحراك مثلا او غيره او بعض القوى السياسية تاكتيك سياسي هدف تعتبره طبعا اليوم الحراك عم يقول كلهم يعني كلهم وحتى الرئيس الحريري اذا بتتذكر طلع قال انا ما هترشح الانتخابة انه بني مرشح للرئاسي لانه الشعب عم يقولهم كلهم يعني كلهم وانا متهميني مثل الباية بس هو ماشي اليوم بركب الحراك عمليا ولا لا قدم استئالته في جزء من شارعه موجود اليوم من انصاره موجودين بالشارع عم يقطعوا طرقات ببعض المناطق يعني هو صار جزء من الحراك ولا لا تشوف قطع الطرقات ببعض المناطق هيدا مني اكيد انه جزء من الحراك هيدا بعتد من وسائل الضغط اللي عم تصير للمواجهة السنية الشعية تاكل واحد يشد شارعه تيقول انا ممثل الطائف في هيدا وبالاخر ما فيكن تتخطوني هل قطع الطرقات ما انا متل يلي صار مبارحة بالنعمة بالنسبة لليه هذا بقراه به هالشكل هيدا يلي صار بطريق بأصاص انا بقراه بهالإطار لا اكثر ولا لانه انت شو عم تعمل بالمناطق يلي انت جماعتك بتمو فيها بساعد نيل نعم بلو بقع صحيح لكن اليوم نحن اللي عم نشوف هي عملية عملية شد عضليات تقول انا بعدني الاقوى بطائفتي لكن لا يمكن تخطيني بعملية تسمية رئيس المجلس الزهر فيها اليوم في شي اللي انا ما عم بفهمه اذا الرئيس الحريري جد بده هو موافق على التسمية الرئيس المكلف نعم وهو لح يشارك بتاكنوكرات مش متياه المستقبل يعني مبدئيا انه نحن عم نغير الوجوه بس بلقت جرجعنا نفس التركيب اللي كانت مقابل سبط عام بجيب اخصائيين يعني لحظة لش ليش كان عنده اخصائيين حضرتك انت عم تقول نحن مع التكنوكرات او مع اخصائيين هو عم يجي ينفذ هذه رغبة الحراك لحظة لحظة الوزير ريال حسن كان تكنوكرات منه سياسي مسلا محمد الشقير كان تكنوكرات منه سياسي ولشانو هيدا الكلام ما ما مني شايفه انا في جدك يعني اليوم يا انك انت الفكرة ان الحط واحد واجه للك لانو عارفين هالحكومي لح تسقط بعد ثلاثة الى ست شهر وبالاخر انت بدأ تحرق هالعالم وبعدين تشوف قديش في حزب الله يوافق معك اولا ما بقى معنا وقت يا جماعة ما بقى في عنا وقت او بقى لعب دور المعارضة تحذيرا الانتخابات ميابية مبكية لحظة لحظة اي معارضة العالم صار تفهمينا كلاياتهم مشاركين انا مين مين اشتغل ضدي بالانتخابات السلطة كلها طيال المستقبل حزب الله الطيال الوطني ما كلهم كانوا بلوائح ضدي ماليش شو هالحكي هيدا الجماعة كلاياتهم متفقين وانت بتعرف لماذا انتخابات بيروت اتأخر 12 ساعة لانو انا كان عندي اصوات اكتر بكتير ما طلعلي المحاية اشتغلت حتى طلعوا وزير سني وطلعوا نائب سني طلعوا نائب غير سني انا كان مفروض بالحد قدنا يطلع معي واحد طرخولوا من 2.5 حاصل انتخابي لو 1.49 حتى ما يطلع معي حدا منها مشكلة بس طلعنا مع كل المعركة الشاركة طلعنا وبرهلنا انو اهل بيروت بدون التغيير لكن اليوم هيدا الكلام انو والله انا بضلني خارج وضلني جوا ما بقى حدا بلاعة هيدا ما بقى حدا بلاعة اليوم الخراب يلي وصلنا له هي هالعقد يلي كان موجود من سنة 92 نعم يلي وصلنا لهالحالة سيئة اقتصاديا اليوم اي طرف من هالعقد بعضو موجود صدقني ما حيشي فلوس من بره اليوم انت عم تغير موظومة كاملة لا خليك معي باستبعاد بااا لاحظة كمان عندهم شارعون هالقوة وهولي شخصيات اليوم الانتخابات الثناء الشاعي 31 نايب تيالوطن حول 29 اذا مشيل اتنان يلي هو نعمة فريم وشامل ريكوس عم تحكي بالسبب وعشرين وميشيل معوض نعم مليش ستة وعشرين بعد ستة وعشرين وعندك واحدة وثلاثين تغير المستقبل عنده عشرين بيناتون عندهم بحدود السبعة وثمانين صوت مليش سؤالي للك نحنا شو عملي اللون اعطوه فرصة لها الخبراء والاختصاصيين يديروا الحل الانقاذي لمدة ستة شهور اوكي وبعد ستة شهور خير حكومة قديم استقلتها وانتخابات موقع يل بدها كين نحنا يلي عم نجوف معقول اليوم حزب الله العقائدة يلي طول عمره ما كان يعتمد على الدولة لأي خدمات مشان جمعته ما قادر يترك الحكومة لها مدة ستة شهور وليه بدو يترك لحظة خليك معا خليك يتقل لك هو منتخب اليوم من الناس من بيهو من شعبه سيدي خرابنا اليوم شي اسمه التوافق ما انت اليوم انا نقلي فيها عدة مرات بالمجلس عشو عم ضايا وقت كنت رسولنا موازنة لأتفين وتستاش ما نحنا يلي ممثلين بالحكومة نحنا قردنا انتم بداخلوا بداخلوا تعمل الميت شو الحكي هذا اليوم اي هي وين وين فصل السلطات وين احترام ارادة الشعب مدني بيطلع مسؤول بيقول انتو النواب المستقلين ما قالكم محان نحنا قردنا لو قانون الانتخاب اتوزع الكلو نحنا العشن نواب مستقلين ما اخدنا صورة عرفنيها من الاعلام في عملية الغاء لصوت الشعب في اكتر من الطرف عم يجرب يلغي نتاج الانتخابات بس كل واحد لمصلحته مش لمصلحة مشتركة كل واحد لمصلحته طيب بالسياسي اذا نحنا خليك معي بس خليك كفي معي اليوم مدام الرئيس الحريري وطيار المستقبل عنده العشرين نائب مهان اذا تركوا الحكم ستة شهور شو راح يصر لهم اذا هني بيعتبروا انه فعليا بيجب ان يتماشوا مع مطاليب الحرار حزب الله يلي عنده واحدة وثلاثين نائب اذا اليوم شو واحدة وثلاثين طول بقى أصدق ثناء الشيعي ثناء الشيعي مع الحلفائل يعني في عندك مسيحيين وفي عندك سنة اذا اليوم هولي تركوا الحكم ما انت عندك الاكتري بتسقط الحكومة بعد ستة شهور بس يلي بلشتشوفه انا خايفين عليه انه فعليا ما بدنوا يتركوا السلطة ولا ساعة لانه هني خايفينين لانه لحظة خليك هواجي السياسي لا لا شو داخل سياسي لا لا لانه البلد اليوم مقبل على خطوات تتطلب اليوم وقفات سياسية واقتصادية ومالية شاية واحدة وثلاثين بتالي الوطن الحور تسعة عشرين حريري عشرين اوكي يعني اليوم عنده بحدود الاربعة وثمانية خمسة وثمانية التارية لاو عنده فوق تلتان سؤالي الهلا اذا نحن عملنا حكومة ما عجبوا ما بيصوتوا باربعة وعشرين ساعة بس بتكون انت عتيت المجال للعالم يلي بالشاري عم تقول نحن جديين انه نسمع شو بتكون لما نحن بنرفض هالطبقة الكتل الكبيرة تقول انا ما فيرى معي شو رأي الشاري انتو انتخبتوني بلطوا البحر بترجعوا لي بعد انتخابات الجهيد اوين هو التمسيل الشابية ما نحن بنعرف انه القانون يلي انحضر هو قانون مقسم على مصلحت هالأربعة ثلاث كتل الكبيرة سؤالي لا اليك شو هالخوف شو هالزعر ليه ما بيكون نحظر خلي معي شو هالزعر اذا انتو عم تقولوا نحن مع الحراك ما اندي حلوطة اليوم كل مجموعة سياسية بتقول نحن مع الحراك طيب الحراك عملا خي يعود على جنب لمدة ستة شهر اذا انت منك مستعد تسمع لا بحيطلع الحراك سؤال انا بعرفك انه انت نصير للحراك ومعه جزء منه وبمعركته من اول الطريق والبدك يا اذا اليوم هذه القوى السياسية اللي عم تحكي عم تطلبنا حضرتك تقعد على جنب مين بدي يعمل حكومة اي حراك منهم عطيني اليوم قدي سبعين واحد يتفقوا عليه الحراك سبعين لحتى يختاروا منه للحكومة مين بدي يعمل حكومة مين اليوم كلنا عم ننسى يلي لحيهز العصى لكل هالفياسين والاقتصاد والسياسة النقضية نعم ان شاء الله يكون معك ميتان وثمانية وعشرين نايب الاقتصاد رايح بنفق ونحن رايحين للخراب ضلق قد وشد يقول انا الاكترية وانا الانتخابية تعططني وهاي مزول خلي لحيش الوقت لما الشعب بدي يقوم يقل لك ما بقى معي ما امكانية اكل ما عم بقدر ادفع معاشي ما عم بقدر ادفع الكهرباء شو بيهمني اذا عندك انت ثلاثين ولا خمسين ولا ميت نايب شو بيفيدني اهنا بدي يعملوا خطة عمل اي خطة عمل عطيناهن الفان وستعاش والالفان وتسعاش سؤالة وان هي الخطة العالم قامت لها لانه شايفين كله ايتم كلام بكلام حبيبي غنيلي ايه غاني كلام بكلام اللي ليه معقول من الالفان وستعاش والالفان وتسعاش ما تلعو بخطة انقاذية بس لانه قام الشباب بالشارع سبتعاش اكتوبر صفه باربعة ايام اربعة ايام بالاخر انا ثلاثة سنين ما عملناه باربعة ايام فينا نعمل خطة مين بعد بيلاعه هاي دي القصة من لبي لاعه هالقصة مبالكي بدون يسموك يا اساس فؤاد لا رئاس حبيبي هلا بيبطله هلا بيبطله يا خيي انا انت مرشح اليوم يا اساس حبيبي مرشح طبيعي حبيبي انت مرشح طبيعي طبعا مرشح طبيعي مش لانه حدا نتكرم علي فيه مالش اليوم انا بالنسبة لي اتعاطى بها الامور بشفافية واضحة مش بقى بهم الاسم البلد رايحة خراب بلد نحنا ما باعنا فلوس ما باعنا بقى سيولة طيب شعبنا عم يموت لحظة لما كانوا عم يصروا بالفساد اموال الدولي كانوا متفين علينا لما خلصوا اموال الدولي يصفوا بضيقتوا اموالك من الحسابات انت اليوم ما قادر تفوت على البنك وتصحى مصرياتك حمد الله ما معي لكن اليوم نحنا تحولنا من فساد لجريمة طيب لجريمة بشعبنا حاش بقى نتضحك على بعضنا سيد سيد فؤاد اما الواقع الخطير الاقتصادي رح تلقى لب المشكلة اليوم الواقع الاقتصادي الخطير تفضل حضرتك حطيت خطة عمل نعم وقت ترشرحك للانتخابات النيابية نعم 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 وبعدين هلأ بموضوع الحكومة وكان عندك خطة بهذا الإثار اليوم لو حصل افتراضة حصل تكليف وتسمية النائب فؤاد مخزومة لتولي تأليف الحكومة شو هي خطة العمل الاقتصادي اللي بتمشي فيها ما بدي سياسة وما بدي أسماء شو بدي سياسة بدي أحكي اليوم خطة عمل الناس نحن اليوم لا أعطيك مسأل صغير نعم نستورت 3 مليون جهاز تليفون وآيباد وآيبود اوكي انت اليوم أنا هيدا التليفون جيت من دبي فيه بيجيني رسالة بيقول مر على الأجيرو ادفاع 213 ألف ليرة وراحت ادفعت 213 ألف ليرة استغربوا أجيرو انه النائب جاي وعم يدفعوا بييدو طيب اذا هيدا كلفني 150 دولار تأدفع الفرق هاي سؤالي لا إله اذا نحن عم يجيب 3 مليون هيدا العلق اللي معروف 3 مليون يعني اذا هيدا بالمية مفروض أعمل 450 مليون دولار نعم من هالبند واحد بالجماريك اذا بتطلع ما بتزيد على ال40 مليون دولار اليوم نحن تحصيلنا من الجماريك على هالبا والبنات لما بتطلع المعركة اللي صارت على البور والمطار عملية تهرب الجمركي عملية التافئة مسؤولين كبار بالدولة ما بنا نسمي أسامي وكل هيتا بنعرفون طلوا علني على التلفزيون وقال انا عندي بشركاتي دفترين دفترة للدولة ودفترة لقلي طيب ما بين التهرب من الضريبة ما بين دهرب من تافئة ميشان الجماريك هاي دي اللي واحدة في عندك 4 ونص مليار دولار يلي هو نص ما هو نحن طالبينه ونعرفهم وين بعد لعم الدقب السياسي لعم تشيل اللي بوصفين الـ 45 ألف وحد يلي ما قلوا محل بالدولة ما فتنا بعد بشي بعد عم نحكي أشياء أساسية بسيطة سؤالي لا إله أنا اليوم إذا كان أنا بتمنى عمين ما عمل رئيس وزارة أنا ولا غيري أوكي قل لي كيف أنا اليوم الحد الأدنى للأجور كان 600 دولار اليوم صفى عنا الهير كات شئت أما بيت فعليا موجود لا تقاتيك شغلة أنا عندي دولار بروح لبنك بقول له بدي دولار ولا بعطيك ليرة لبنانية طب قديش تصرف لي الليرة لبنانية بـ 1510 1515 نعم النهار بطلع برات الباب بدي روح إشري خبز عم يستجنوا لي بالـ 2100 و 2300 لقن فعليا أنا أخذت أرمين بالمئة هير كان شئت أما بيت طيب قل لي أي بلد بالعالم أنا لما فتحت حساب عندك بتقل لي ما فيك تسعة مصرياتك لقن أنت لقن في سوق إدارة نعم لفلوسي من المصارف من المصارف بغطى من السياسي من السياسي مسألة المصارف وأزمة المصارف وأزمة المالية بالموضوع المصارف والودائع والمورد لحل بهذا الواقع اليوم هل المصارف تتحمل مسئولية هل بالسياسي فقط بتحملوا مسئولية يعني في مسئولية عند المصارف كيف بدك تعالجها اليوم لاحطيك شراكة كاملة أنا من حوالي 3 أسابيع عملت رسالة مسجلة المصارفة يمنعك تياخدوا فلوسك روحوا تشكوا اليهم بيجي قاضي أبضاي بجنوب بياخد قرار بقلوا مجهور للمنج تدفع نعم تضغط السياسي على القضاة بمحكمة الاستقناف وأخدوا قرار إنه المخالفة والمشكل بينك وبين اللي منوك هيدا تعتبر اختلاف يجب البد فيه بالمحاكم لكن لحظة في دراسة أنونية هون بس دكتورة سابين كيك معلوف كانت معنا وحكي الدراسة أنونية بهذا الإطار يحق اليوم للمواطن أن يقادم هيدا عملك بس تلعوا القضاء عنا قرار منع القضاء القضاء المستعجر تحت إطار هيدا فيه خلاف ومنازعة لك نروح على المحاكمة الطبيعية نعم نحنا بمحكمة إذا أنت عامل حادث سير عم يهدق عشر سنين طب بدي أسألك أنا بعرف تجار نحنا بممتدى الحوار الوطني كل نهار جمعة بيتي مفتوح بيجي لعنا بفوق ستين سبعين شخصية تجار بيروت صحيح خلي أسألك سؤال في أشخاص إلهم ستين وسبعين سنة بالتجارة أساميهم مثل يرة الدهب وصل الشحنة على البور راح هيدا متل ما بيروحوا بالعادة على البنك بقل له هيدا بوليسة الشحن اختم لي إياها تأدفع لفلوس ترى شو بقل له روح اشتري دولار من السوق قال له حبيبي عندي عندك فلوس قال له حبيبي أمني النهار الثلاثة الماضي من عشو تين نعم فيه ما بعطيك يوه نروح فتشها لكن اليوم إذا أنا شركي عمره سبعين سنة ومن الآخر اللي عم تطلع لي سيطي بالسوق إنه أنا زلمي ما بيحترم الدفعات تبعي اللي حرفع عليك أنا خربتلي بيتي ولا لا اليوم بدي أسألك سؤال فيه شخص اليوم بيقلي إجا تبع الكهرباء وطلب مني تقولوا ما تدفعوا ياخي إذا أنا ما عم بقبض مصرياتي على أي أساس أنت بأي صفة بدك تشي تاخد مني مصاري كدولة هاي دهو العسيان المدني بنا نمشي فيه ميتان دولار بالأسبوع المصرف خيأ أي ميتان وقال لح توصل لمرحلة ما حيطلع لخمسين عم بيحددو لك حياتك ما بس حياتك ما بس حياتك شو بتاكل وشو بتشرب خليني إسألك سؤال اليوم كلها يتم نعرف المتقاعدون نعم أوكي ما عندهم بالآخر كردت كارس وقصص وحكاية بيعيشوا على يوميتهم زلمي اشتغل أربعين سنة معه مئة أرب درات حطتها بالبنك ضحقوا عليه لابنوك وقالوا لحنا نعطي لك كيابة 18% بعرف في ناس خلص العملية الاستحاء تبع عملية الديبوزيت راحوا قالوا له ما فيك بدنا تجدد لك كيابة القائمة يا خيأ عايز مصاري لا نحنا منقرر عنك أوكي سؤالي لإيلك بأي بلد بروسية مسئولية مين بروسية المصارف اليوم لا الخطر السياسي لا خطر السياسي يبدو يبدو أن المصارف أقوى من السياسيين بالبلد شوال حكي بدي أسألك لو كلامك صح هناك شراكة بين المصارف والسياسيين والبرهان المليار وخمسمائة مليون دولار الاستحقاق اللي دفعوا البنك المركزي شيلوا من الاحتياط وعطيه أنا ما بشيل من الاحتياط تأتفع السنقية روح يبلطوا البحر معظمهم هولي الطبق السياسي هنا مشاركين فيها مليار وخمسمائة مليون دولار كنت شريت كل المتطلبات لوازم الدواء والمستشفيات اليوم عم تفوت في عالم ما قادرين يتحكم بس بالمقابل اليوم حاكم المصارف طلب من المصارف أنه هن يجيبوا أموالهم من بره الوضعين بره مرحبا أنت بتاعه شو عمصير هلا مالش نحنا تعطيك شغلي لما عملنا الهندسة المالية لبنوكي عملت 5.6 مليار دولار نعم فرق أرباح نعم أنا إذا أنت شاري منك سنة خزينة ب4% و5% تجي بقول لك سار وقت الاستحاب للي لا أنا بلحم من لك يوم ب15% البنك شو بيعمل بيحط بدفاتره 10% ربح لقد نحنا عم نزيد أرباح لبنوكي على ورق بس لما موزع أنصبة الأرباح موزع كاش هيدا اللي البنك المركزي قال ما بقى فيكم توصوا أنصبة أرباح لأنه الكاش الفعلي عم تطلعوه وعم تخلوا بدفاتركن الأرباح الوراقية نعم عملية أنه بالأخذ تفوت وطلع بالدفاتر سؤالي لأ إلك شو عم يعملوا لبنوكي هلأ بدل ما يجي يرجع 20% من الرأس مال طبعا عم يتاجروا بالدولار بالسوق لما أنت اليوم هني عم يتاجروا بالدولار طبعا ما عليش كلام بقوله نحوظ بالله حزب الله ما بده يجيب مئة مليون دولار كاليوم ينزل المصارف أني عبد نزل أنا بعتاد المصارف في شراكي مع السيارة طبعا لأنه اليوم إذا أنا عم بعطيك 1500 بالبنك نعم وإنتي عم تضطر تشريب 200 و200 و2300 نعم يعني أنتي عندي 45% ربح كل حيات لبنوكي مع كل شي في عملية أنه مدى في وضرائي ما كيرو بيعملو يعني عطالع أكلين وعن نزل لا أكتر من هاي بهالطريقة من هلا لآخر السنة بيصفي أرباحهم كبيرة بيقرروا يقلبوا أرباحهم كرسمين ساعة ما بفوتوا ولا فرينبون بره وهون مشكلتنا نحنا أنه دايما عم نعمل أنه السيول الفعلية بره ونحنا هون عم نفوتوا نطلع بيعمل هذا الواقع ماذا لو قدر لك وقد ما ققع المسؤولية كان برجع للسؤال نفسه أنا بالنسبة للي برجع بعيد النظر بكل شيء اسمه فوائد لا يمكن اليوم نعمل دورة اقتصادية بفوائد 18% أول شيء هادي بتعني أنه العالم ما عنده ثقة فيك ليه أنا بدي أعطيك 18% شو هو الثقة لما بتقول بتقول مودي شو هي هي عملية قديش المجتمع الدولي والنظام المصرفي مأمن أنه أنت بالآخر صادق وبالآخر شفاف لما أنت في علامة السفن بتملش بالآخر بزيد مدوف شو عمل دخلك هيدا البونزي سكيمي اللي عملوه ضلوا يعطيك أنت ربح ويعطي لغيرك ربح بمرحلة معي نفات طلحات وفلسوا الكل نحنا لأنه كانت المصارف عنا كارتال كارتال بكل معنى الكلمة موزعة هالكل ومت فيين مندفع هالقدي منصحب هالقدي منعطيك شوية خدمات زيادة وشو الفرق بين بنك وبنك الخدمات هاللي بعطيك إياها طيب اليوم شو عم مصير عم نسمع معاشات بالميتان وثلاث بيت الف دولار بالشهر طيب سؤالي لأي لك ليه لقن أنتو من الالفان واربعة طلبتم من الحكومة تعفيكن من ضرائب على سندات الخزينة ليه أنتو بالآخر عم تجربوا تقلكن حق اتعدلوا تعيدوا تقييم الاصول اللي عندكن هاي بتدفعوا ثلاثة بالمية بس بعيد التقييم بتزيد سبعة وثلاثة بالمية يعني عم زيد القيمة الدفترية نعم ساعتها لما بدي أعمل استهلاك بزيد الاستهلاك على ورق بخففة في الأرباح وبرجأة بسحبها بالآخر كاش هاي هيدا الموضوع لا يمكن الاستمرار فيه إذا نحنا اليوم بدنا فعليا نعمل دورة اقتصادية اليوم البنك الدولي شو قال إذا قادر لبنان يكون في عنده خمسة بالمية زيادة بالنتج القومة لمدة عشرين سنة بيقول خير أي بلد بالعالم هيدا فيه يعملوا ما حدا شو أبدحك على حلنا ما نحنا بالإخر نزام مركنا نطرين النفط والغاز دقية نفط و أي غاز دقية نفط و أي غاز دقية نفط و ولا ما فيه ليش دخل طول بيلك إذا فات النفط والغاز غلل معيشة مدينوت خمسة عشرين بالمية مصرياتك والإخر ما بقى لأيمة يا جماعة خلينكوا واقعيين بالاقتصاد طب والحل هين هينيل هين ما فيه هالطبقة الفيسي بدنا نعطي خبر وصورة للعالم أنا قلت إذا أنت بموقع المسجد أنا عمل لك بغض النظر أنا عمل لك بدنا نعمل شيء اسمه لجنة المصارحة والمصالحة مثل ما عملناها صارت بجنوب أفريقيا كيف اليوم بخلال مئة سنة كان الأبيض بينكل بالأسود والعكس صحيح شو قالوا نحنا بمرحل معينة بدنا نسكر مرحلة الحرب نحنا طلعنا بالستة تسعة وثمانين من الحرب بالشارع وفوتنا كل أمراء الحرب على المجلس النواب ولنألهم ضبروا حالكم داخل المجلس ملش على زوية شوارع لأنه الكل كانوا معتبرين أنه مشروع السلام حاصل بسنة تلاتة وتسعين صار اتفاق أسلو بالأربعة وتسعين صار وادي عربة ونحنا على أساس كنا بالخمسة وتسعين إذا بتتذكر على عملية وقت لما اختير ربين انتهى مشروع بوضوع السلام بالمنطقة نعم بدل ما نحنا نعيد النظر بطريقة صرفنا تنحافظ على اقتصادنا قررنا نضلنا نتدين و أول مرة صار في عملية إدانة بالدولار كانت الأربعة وتسعين نعم و من وقته تحت إطار أنه بما أنه نحنا بالتنينة وتسعين على أيام اللي يرحموا الرئيس الكرامي نطة سعر صرف الليرة من ثمانمية لالألفين وتمانمية و صددنا سنة دي الخزينة بثلاثة و أربعين بالمية كان هدف الحكومة سحب الدولار من جيبتك و جيبته صاروا يتدينوا بالدولار شو صفا اتديننا بالليرة ضلوا عالي و صفاينا نتدين بالدولار صفا عنا خزوين ينا عم نتعاطف فيه لكن اليوم إذا نحنا فعليا بدنا نجي نتعاطف فيه بدنا ننزل كل الضرائم نخلي السيولة بين إيدان العالم نحنا لا يمكن نضلنا ندفع المواطن لحتى نغطي مصاريف و الفساد تبع السياسيين الموجودين عننا خلصنا بكفي الموضوع استاذ فؤاد انت عم تحكي وكأن لبنان اليوم عايش بجزيرة معزولة وكأن لبنان اليوم ليس في منطقة مشتعلة على حدوده اسرائيل عدوة عنده اليوم هدف صرقة الأرض والماء والغاز والنفط والخلق سياده إلى ما هناك ثانيا الموضوع حدود مع سوريا في مناطق مشتعلة في الدول العربية اليوم مبارح لخلصنا من الإرهاب يعني كيف عم تتعاطى مع لبنان وكأنه جزيرة معزولة موجود ببلاد غربي بسويسيا وبدك تعمل علاج لأله شوف ما في أحلى منك انت لما تبسط الأمور لا هذا الواقع لحظة ابن طريق جديد شوفيره معه بكل هالمواطنية اللي بتطرحها انت ابن عكار ايه شوفيره معه بالآخر شو عم يصير بده يعيش بده يأكل بدي إسألك سؤال انه أنا ما فيه تعاطى مع محيطي بلا ما اسرق بالآخر المواطن طبعا بلا انه أنا بدي برر لأنه فيه مشكل بسوريا ومشاكل بالعراق ومشاكل بإيران أنا لكن انت يا مواطن بده تتضبضب أنا بدي اسرق كل مصريتك وانت بتسكت لأنه ما قلت محيطي أنا ما قلت هيك لحظة خليك معي قلت الخارج خليك معي الخارج سيعتدق عليك هاي سوريا سيحاول أن سوريا سيدي سوريا يسرق منك الخارج سوريا ما رح يتركك سوريا طلع من الخمسين للألف هاي بسببنا لحظة شو بدي طلع بالألف عم بيحكي اليوم بعد حرب أهلية سوريا فاتت من الحرب معليها فرانك داين بعد الهلاء الكهرباء مية بالمية ومساة تعطيك فيها طبعا بدخل أخيني ما عنده الحرب أهلية نحنا مفروض طلعنا من الحرب أهلية مفروض يكوننا بمرحلة بناء الدولة نحنا كنا بمفروض ما بناء ما هو لبنان المستقبل يلي بدنا نتعاطى فيه ليه غير بلاد بالآخر السرقة والنهب مضبوطة ولا نحنا بالآخر في الثالث لأنه كل طائفة قررت انه هاي دي الشق هاي دي الاتصالات لها الطائفة القطاع النفط لها الطائفة الداخلية لها الطائف شو الحكي هذا انت بالآخر نائب عن لبنان وزير عن لبنان ولا وزير عن طائفتك أنا بالنسبة لي يا بدنا نبني وطن يا عم تضيع وقتنا بالنظام السياسي بالنظام الطائفي اليوم الموجود وشو تطبق من لحظة الطائفة هل تطبقت اليوم الغاء الطائفي السياسية هل في مجلس شيوخ هل أنوناك الانتخاب وفق مجل الاتفاق الطائفي اليوم ليه ما بيتغير النظام كله مئة وسبعين ألف شهيد اخسرنا ع 13 ألف شخص بعضوا متضرر لليوم للحرب الأهلية مئات المليارات اخسرناها بدمار لشو انه المسيحي والمسلم عم يدقوا بعضون ولا بنامدأ سني وشيعة وين بصرفوا ده الكلام قل لي وين بصرفوا ده الكلام أنا شو فارق معي إذا أنت اليوم شيعي ولا سني ولا ماروني أنا قاعد معك اليوم بالشارع تأمني وطن نعم أنا ما فارق معي إذا بتروح أنت بتصلي بالحسينية ولا بالجامع ولا بالكنيسة ولا بالسيناجوج أنا شو فارق معي أنا عم بتعطي أنا وياك أنا جارك وانت جاري انت لازم يكون في عندك الخدمات الطبابة والوظيفة والطباية بتشايخوها وكلياته هيدا شو عم تطالف في شيء بس لما بكون في عندي طبقة بدا تاخد الفلوس لجايبتها تتحكمك نهار الانتخاب وتوقفك بالصف تتدفع لك بل ايه هيدا البلد كلياته شو قال حكي هيدا الموجود بقى فيها في حد ابعتلي اليوم قال لي ليش الاساس فؤاد هل على السوشيال ميديا ليش ما بيتقدم الى القضاء اذا عنده ملفات بموضوع الفساد موضوع الفساد نعم اعتراضت انا على استملاك الارض تبعت سلعاته نزل من ثلاثمائة مليون دولار لثلاثين مليون دولار مش هشو بدي يتشكي على القضاء مداما قدرنا نقني على الدولة ان ننزلها هيك انا كنائب بدي اشتغل اليوم انا مني جايب الاخر ثبت عليك انك انت فيه انا بيهمني يوفر المصاري على اهلي وخلي هالفلوس موجودة بيجيبتهم وبعدين منتعطى بالموضوع التاني بس نحن اذا بنضلنا نصف حساباتنا ببعا بعضنا ايبا ليه هالشغل كله ياتا يا عمي بدي اسألك سؤال واحد بقال لي ليه انتو العرب بحياتكم ما بتفكروا تعملوا فيلم ستار وورس طولوا ما بعرف لها قال لي يا لأ كنا عايشين بالتاريخ العرب كله ان احنا عايشين بالتاريخ ابوك عملي وجدك عملي وجاري عملي وجاري من هون عملي نحنا بدنا نبني مستقبل لشبابنا نعم ولا بنا نضلنا عايشين بالتاريخ اذا نضلنا عايشين بالتاريخ اذا طبق الفاسية رح تضلنا حاكمتك لانه هني دايما بيذكروك بالتاريخ يا خيي صار التاريخ ما بقى فيه غيره يا بدي ابني مستقبل لولادنا واحفادنا وهالشباب يلي بالشارع يفكروا ايه لهم محل ما يفكروا بالاجراء يعمل دهقة حالنا هل بتعتبر اليوم الازم المليهي بس ازمة موجودة في لبنان المنطقة العربية بازمة لا 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 ايوا إيوا لحظة والوانة في ازمة العراق في ازمة اقتصادية الاردن في ازمة اقتصادية الخليج في ازمة اقتصادية الاردن طول عمره بلد بيعايش على المساعدات لبنان نحن الاحدود لخمسة وسبعين ما كنا عايشان مساعدات اقتصادنا كان من الاقتصاد المزدهر بالمنطقة بس لما بتصفي بيجيب حول امراء الحرب فوتوا تيشرعوا لمصالحهم بلا يخرب البلد استاذ فؤاد انت بكتعمل انقلاب بالسياسة بهذا الاطار انت عم تغير طبقة كاملة هذا الانتخابات تحدده لانتخابات تحدده اي انتخابات بدك اي قانون اذا انتخابات مبكرة ولا لا رأيك تفصد انا مصدوم بعد ما فتع مجلس النواب انا اليوم يلا لو بعرفه يمكن ما كنت ترشح ندمان مني ندمان بس الك مصدوم من حجم الفساد لما بشوف القوانين كيف عم تتمرى وبتعرف من طريقة كتابتها اي جهة مستفيدة منها خطة طويلة عريضة بدنا ناخد الحق من مجلس النواب حسب الماديا تسعة وثمانين تنعطي الخصرية لشركات خاصة بلا موافق مجلس النواب وين صارت وين حصلت هاي بيه بموضوع النفط بموضوع الكهرباء لان هول انت عم تقول الوزير او الوزيرة الى حق تعمل هالمواضيع تقول بيه لك حسب الدستور طبعنا نحن النواب مفروض نعمل اجت الحكومة واخدت مننا هالحق لحتى تلعب فيه بالسياسي نعم وين بتصير هيدا ما هيدا مستقبلنا نحن انا يالي باقي عم جرب لك يا استاذ عم بازي نعم اليوم هالبلد منه مفلس هالبلد منهوب هالبلد فينا كلنا نشتل مع بعضنا عندك فكرة اليوم خلينا نطلع على الارقام نحن مصاريف الدولة مع العشيت ومصاريفة هالسنين ماضي كانت منطعش منطعش مليار دولار بالماضي كانت بحدود اتناعش هناك معدال خمستعشر مليار دولار بثلاثين سنة م MICH أل بعد إتفاق الطائف اي صفينا ب اربعمئة وخمسين مليار دولار عنا دين يتعدل ممئة وعشين مليار دولار إذا بناخد البعض المدفوعات للمستشفيات والمدارس كلها تقال بعضهم. نعم. صفينا عم نحكي على ستمائة مليون دولار او اربعة خمسمائة وخمسين مليون دولار. كل شي فيه تعدييات على من العكار لرأس النقورة. من الاملاك البحرية النهرية العقاة الاراضي كلها تلمشيها. فوق المئة مليار دولار. بلد بتل لبنان خمسة مليون شخص. اصرفنا بآخر بعد اخر بها الحرب الاهلية. فوق السبعمائة مليار دولار. شو طلعنا. يا عمي سنة اثمانة وتسعين الرئيس الحرير الله يرحمه عمل كتاب. ما انجازاته لما ترك مع الرئيس الحود اذا بتتذكر. قال مل المطار و ملنا البور و اعملنا الاوتوسترادات. كلها ما كلفت سبع مليار دولار. اللي من اثمانة وتسعين لليوم كان عندنا كهرباء اربعة وعشرين اربعة وعشرين. كان في عندنا المطار شغال كان البور شغال. اليوم بعد عشرين سنة طلع الدين من سبعة عشر مليار اللي هو كانت مانة فعليا للإعمار. لو تتخطينا لفوق التسعين. اليوم. لقد بالي اخر فيه في عملية نهب البلد. لانه الوقت عم يذهبنا المواقف الدولية برأيك تجاه لبنان شو اليوم. يقال انه مسلا الاستي السامير الخطيب اليوم يحظى. يقال بالاعلام يحظى بدعم عربي خليجي. لما هنالك عنده علاقات. حضرتك كمان عندك علاقات. ادي اليوم التأثير الخارجي هو مطلوب او الدعم والتبني الخارجي هو مطلوب من اجل مرحل لبناني افضل. سيدي الكريم. المملكة العربية سعودية واهل الخليج ارفوا منا. اف. مالش لالك ليه. ارفوا منا. لانه من الالفين وحدا عشر. لما اسقط اتفاق الدوحة. وترك الرئيس الحريري زي بتتذكر لمدة خمس سنوات خارج البلد. نعم. لحتى صارت التسوية الرئاسية. اليوم الخليج كلها يتونصح من عنا. نحنا ممنونين انه خلوا هاللبنانيين شغالين عندهم. نعم. وفعليا ما كان فيه دعم متل ما كان بالماضي فيه دعم. نعم. لانه بيعتبروا انه اتفاق الدوحة يلي تم الاتفاق عليه نقد بالالفين وحدا عشر مع اسقاط الرئيس الحريري ومجيء الرئيس ميقاطي على الحكومة. نعم. من وقتها لليوم وانتي بتعرف علاقاتنا نحنا بنعرف الكل. بالنسبة لالون اذا بدي دعموا لبنان لمن عم يدعموها. اي حكومة عم يدعموها. هذا واحد. لقد انا ما بعتقد فيه تدخل خليجي بهالموضوع. بتقل لي الاستاذ خطيب عنده علاقات لانه خطيب وعلمي شغالي بالسعودية وشغالي بالامارات شي طبيعي. اليوم اي رجل عمال كبير بيعرف بدول الخليج بيعرف اصحاب القرار. وبالاخر اذا بيعرفوه ما عندهم مشكلة فيه. بس انا ما شفت لليوم قرار واضح من اي ديوان اميري او ديوان ملكي بيقول نحنا مرشحنا في ليل. والبرهان وان اين هم السفرة السعودي والاماراتي. عم يتفرجوا. ما بعرف ما عمشوفه ما بعرفون انه. ما عمل لك انه بعض. اخذين ارار بالنائب. ما بعرف. انا بالنائب النفس. انا بالنائب النفس ليل هتشوف وانا امور رايحة. اوكي هيدا واحد. اتنين. ما عمقول انه انه منه دعمينه. بس عمول لك نحنا ما سمعنا شي بداينتنا. تاي سبتها الشي. لان احنا عانتم باللبنان منشغل بالايماء. بيجي انا والله اميركا دعمتني. انا انجليترا دعمتني. انا فرنسا دعمتني. ما بارف صحهم غلط. يعني ما عم نقول في شي. اليوم فعليا هناك مدرستين يلي فيتي بالارض. عندك حزب الله يلي عم يقول لن ارضه. الا بتمثيل سياسي يعقص الانتخابات. نعم. واميركا يلي عم تقول نحنا ما نمشي. إلا بحكومة تكنوكرات يلي مبدئيا ليس حزب الله موجود فيها. ما بس انو ما فيها حزب الله. ما عنده مش لانو سمعنا نحنا مسؤولين بحزب الله عم يقول انو نحنا وسطنا الرسالة انو ما في مالة مشاركة. بس عم ينسوا انو في شرط اساسي. لن تسمح اميركا بالتلت الضامن لا لا حزب الله ولا لا حزب. اوف. اوكي. لكن اليوم مني شي. تلت الضامن ليه لانو ده انو بالاخر بيقول لك خي ما بقى بدنا الفيتو بهال الحكومة. طبع. انا ابعطيك امشخص الواقع. عم توصف. اليوم. لكن عندك مدرستين. يلي مني شايف فيهم لحيتفقوا بالقريب العاجل. مش انهان. انا بعدي مني شايف بصراحة. نعم. انو وصلنا لمرحلة تيكون في عمنا حكومي واحد. الا ازاكات حكومي اللون واحد. يعني اليوم لو بسمع الرئيس الحريري يلي قاله. وبعتد هلأ طلع بيان الرئيس الحريري احنا بالجلسة يوم. انو خاصة ينهو ما حيشارك فيها بس هو مستعد. بس يبدو اجواء اجتماعه مع الخلالين اللي خلص انو الاشواء المنعة اللي جيدة. ايجابية. طبع. متل ما وصف هو. يلي اعمل لك يا. هلأ كلمة ايجابية ما فيها في اتفايا ما في اتفايا. يعني هلأ في محبة كتير بس انو بالنتيجة. اليوم يلي اسمعنا انو الرئيس الحريري عم يقول انا ما حشارك. بس انا ما عندي مشكلة انو امشي بالمرشح الاستاذ خطيب. نعم. بس انا ما حشارك. طب سؤالي لالك. اذا انتي ما حتشارك. والقوات قالوا ما حشاركوا. عم بحكي كا قوات لبنانية. والحزب التقدم الاشتراكي قالها ما حشارك. اكيد لا بدك تفتش عمروني لا تفتش عدرسي. الحراك محلون وزارة الحراك. بس خليك معي. لكن لكن اليوم انا مني شايف انو اللي حيكون الحراك اللي حيكون ممثل بارقام واطية. يعني انا هوني رأيي يلي عم شوف. وصلنا لمرحلة اللي عم نقول فيها انو هايدي حكومة اللون واحد. سؤالي الان. وين بدو يجي السادر. وين بدو يجي بالاقي البنك الدول اللي ساعة يفوت عالبران. هني رهنين مشاركتون. طبعا. بشكل حكومة. قيل وقت انو بالرئيس الحريري بس اجو الفرنسيين وقالوا بدنا معايير ما بهمنا الاشخاص. هيني قالوا لا. ايضا. اي حكومة فيها تلضامن لا حزب الله وحلفاء ومح يمشوا بسادر. لعمل لفندور. اليوم انا التمنياتي برجع بقول من على هالمنبر الكريم. حزب الله. حزب ايديولوجي. بحياته ما اعتمد على الحكومة وخدمات الحكومة. مشان بالاخر يخدم جماعته. بدك يتفرج بس. اليوم التيار المستقبل هو عم يقول انه هو بالاخر الكتلة السنية كلها يتبين ايدي. ما هي? عشو خايفين لك. عدوا على جنب. خلوا الجماعة يجوا بالاخر المختصين. ينطفو هالحالي يوصلونا. واي وقت ما عجبكم بتسقطوهن. مين قال انو المختصين هني رح ينجحوا يا استيس فؤال. ومين قال انو المختصين رح يقدروا يعملوا نهضة بالبلد. لقد ارمح. ومين قال انو من المختصين ما في فاسدينس. سيد. سيد. او بيصيروا فاسدينس. لا 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 لا. لحظة لحظة. في عمل عملوا دراسة. عملوا دراسة. طلع معظم اللي بالوزراء السابقين. اللي كان عليهم شبهات فاسد. هني كانوا بتاكلوا قرار. ليش لا بتاسهلك سوال. ما كانوا بتاسهلك سوال. ادرور يجيب من يلي بالاخر جربته. ما اللي بيجرب يجرب يكون عقلو بخرب. باشا شو بدي يجيبون هون. اليوم بدي اسألك. اليوم اهم لبنانيين موجودين بجولد من ساكس وبجاي بي مورغان وموجودين بالجامعات. ما في يجيب من هون الا بالاخر من هالطبعي اللي فكات فيزدي والاخر حكمتنا. انو ما فينا بالاخر نلاقي بالاشخاص فينا نحتمد على هون. اليوم ازا انا بجيب اشخاص فيس بريزن بعد جاي بي مورغان. وانا بعرف ناس مستعدين يجيوا قدموا وقتهم بالبلاش لمدة هالستة شهرة يساعدوا بالوزارة. طيب يجوا مستشارين بالوزارة. لحظة خليك معي شوي. ليه انا اليوم بدي ايجي اقول له لانك انت كنت نضيف اجيت على لبنان لح تصفي فاسد. بس بيجي بتقلي اي واحد كان بالفاسد نحنا ضده. لحنا لمشي فيها. ميم مكان ميم مكان يكون. لا يمكن انه نحنا نجي بعد كل شي صار خمسة واربعين يوم. بنقول لهم ما تأخذونا يا شباب. لح نرجعن هني نفسهم. حطوه بدألنا من الطريقة اللبنانية. بالاخر خلينا مشي. الساس فؤاد اذا صار في انتخابات موبكرة. تتوقعها? انا اليوم هيدا مطلب غربي. ده الانتخاب موبكرة. مطلب غربي. مطلب غربي. مطلب غربي. لانه اسمعناه بالداخل اللبناني من بعض القوة. معلش. خلينا حكيها بكل صراحة. هيدا مطلب غربي. انتخابات كل عالم تقول انتخابات موبكرة. مم. انتخاب تنكره ما يعني انه بالاخر بعد ستة شهور متل ما عمينا. لكن انا متى? انت انتخاباتك مبدايا بايال الفين واثنين وعشرين. صحيح. اوكي. انت بدك ستة شهور تتوضع الوضع الاقتصادي تالعالم تأمن انه الو ندور بالمشاركة. يعني اذا نزلوا بالاخر وشاركوا الانتخابات يعني ان احنا بتعرف فوق الخمسين بالمية من اهلنا ما بيشاركوا لهن الشباب. نعم. اذا نزلنا نحنا عمر الانتخاب لطمانتاشر سنة. ام. واللي لو نشرفوا لو سمحتوا صوتوا اه? انا اسبعته ساعتها راح يكون فيه تغيير شوهر. اتغير دوائر كمان. كله كله. يعني بيروت واحدة. بيروت واحدة. نحنا مصرين. لا يمكن اليوم نحنا بيروت. يا سيد الكريم. عندك المسلمين تلتان والمسيحية التلت. طب معقولة انه خلي المسيح يصوت لوحده والمسلم لوحده. ليش? انا ما فيه مسلني المسيحة? انا اليوم كسني ببيروت. ما فيه مسلني المسيحة? اوكي مسلك احسن. لقى خلينا بقى نطلع من هالشغلات. بيروت دائرة واحدة. يا خي بدي معنا مش لي. بس ما فيه كنتو اسمولي بيروت انا اتنين. ما بيسير غلط. نحنا عم نجزر الطائفية والمذهبية ما فينا نمشي فيها. بس برجع بإلاك ايه. اذا اليوم نحنا بنعمل الانتخابات. هالحكومة فقط بدي يكون المنديد تبعها بيانة الوزاري اقتصادي بحث. اذا اليوم كلها التبقة السياسية. يلي عبدوا ان نحنا ضد الفساد. وبدنا نطلع البلد من ازمة. نعم. وجبني لهم اختصاصيين. وعن بيقولوا بدينا نفشلها. حاش بقى تبيعونا انو انتو بتكون. انتو لكان انتو حاميين الفساد وانتو كنت تكون حافزين على الفساد. لكن فعليا ان احنا مع الحراق يضلوا بالشارع. لانو بالنتيج يدخلك بالاسألك. هيدا المعتني له ثلاثة شهر. ما عم يشتل. وقعد تحت بالحراق. عشو بدي يخسروا. ليه بديوا رجع بيته. شي فيه امكانية بعد كم شهر يغير. هيرجع بيته. ما انو خسرها لشي. ما انو خسرها لشي. لاخ لاخ. عشو عم تخسروا. مصرياته راحوا اربعين بالمية. مصرياته ما فيه مديده عليا. بدي يفوت على المستشفى ما قادر يفوت على المستشفى. بدي يطفع بنته ما بيقدر يطفعها. عشو خسرها. بس بنفس الوقت اليوم استاذ فؤاد ما بتعتبر انه هيدا رسم المشهد الزهري والممتاز والايجابية والحلم. ممكن نصدم فيه بواقع. نحن لانه بحاجة الى مرحلة التقشف فيه في المرحلة المقبلة. سيدي. شئنا ابينا مهما كانت الحكومة. مهما كان عملها. الكتل السياسي الكبيري. يلي تدعي انه هي بتمثل الشعب. عشو خايفينة. خليها تنطر الانتخابات. والانتخابات لي الفيصل. لكن. بتقرر اذا حضرتك عندك كتلة من ثلاثين نائب. وحضرته. انا مع. لكن. لكن. يتحملوا هالطبقة السياسية. الوضع الاقتصادية اللي حينهار. وانت بتعرفها ما في سياسي عنا مستعد يتحمل ولا فرنك من جايته. انت حسمت وقلت المجتمع اليوم الغربي ما رح يساعد ولا العرب عم يتفرجوا. يعني ما حدا رح يساعدنا ابدا من برا. بهالطبقة الحاكمة ابدا. واذا بغير. كلهم منفتحين. كل شيء عملولك العالم. انا بعرفك انه عندك على قد دولية ممتازة ولبقس الامريكان البريطانية الفرنسوية العرب وغير العرب والاقليم. هل سمعت اجواء محددة في الاون الاخيرة. لانه بعد كلام فلتمن بعد رسالة الرئيس ترامب. قيلة الامريكان معنيين قيلة غير معنيين. الفرنسيين حاولوا ما بعرفش صارت بالنتيجة. العرب عم يتفرجوا متما انت قلت يمكن بدهم اشارة. بكرا في اجتماع بانجليترا. نعم. بين الفرنسي والامريكي والبريطاني. اوكي. خلو نشوف شو رح يطلع من نتيجة. بس انا بعتقد. طالما الكتل الكبير الاساسية. البلازات حزب الله. بعضوا مصر على المحافزة على الامر الواقع. كتير هم تركز على الحزب اليوم. لا. بيرح اسمعت النائب الرئيس الكتلة. نعم. ورئيس والأعضاء المسجد الشهور. وكل هاتوا عم يقولوا نحنا بالنسبة لنا حكومة وحدي وطنية برئاسة الرئيسة الحريري. مزوط ولا لا? نعم. طبع شو لك نبال لي عمل لي فندور? هدا الواقع. مهي? سؤالة. نحنا فعليا. بدنا نطلع من هالأزمة ولا بدنا نمدد الازمة? اذا بدنا نمدد الازمة انا الشعوري الوضع الاقتصادي اللي حيشبر كل هالكتل تعيد النظر بحسابيتها. ما فيك تكفي بهالطريقة. نعم. نحنا قدام مرحلة حاسمة. والخيارات مفتوحة. حتى الان. نعم. رهن رهن الخريطة السياسية المقبلة في البلد. خايف من عملية لسامح الله اوضاع امنية صعبة. يلي شفتناه اليوم بالحراك. وهل المشادات يلي صارت الهل الضرب وما الضرب يلي شفتناه. نعم. بعتقد حجمها. انا بعتقد هلا كل الاطراف. وبالزيد حزب الله ما عنده مصلحة باي نوع من المواجهة بالشارع. نعم. نعم. لانه بوضع اقتصادي ووضع امني. بالاخر يعني لبنان رايح بانتجاه واحد. نعم. انا لا اعتقد انه حزب الله لحيعمل حكومة من لون واحد. نعم. حكومة تماني ادار. واذا اليوم الرئيس الحريري. والقوات اللبنانية. والاستاذ وليد جنبلاط ما شاركوا كاحزاب بالحكومات. كسياسيين. هذه حكومة بالاخر تماني ادار يعني خلينا نكون فيها. نعم. مني اكيد ساعتها لحيكون في اي دعم للبنان. وانا بعت الحزب الله فهمينا هذي اللعب ومش رح يمشي بهالغلطة هذي فيها. اوكي. لكن انا شايف في الوقت الحاضر نحنا بعملية استاتيكو قاعدين بهالمرحلة هاي. نتمنى انه الكل يصحوا ان الوضع الاقتصادي ما بقى فينا نناور فيه. نعم. لانه ازا ضل هالوضع الاقتصادي يعني العهد مبدئيا على فشل. مه. ما بقى فيك انت تكون بتلات سنوات المتبقي من العهد. نعم. وتفوت بالمئوية التانية ببلد مفلس مثل اللبنان. طيب. ممكن تكون انت الى جنب القوات اللبنانية والكتائب ويمكن طيار المستقبل والحزب الاشتراكي في المعارضة للحكومة المقبلة. اول شي انا كلهم هولي اللي سكرتهم بتاع تنويهم بس انا ما مني مني الشريك معهم لكنت ولا لحكون. على اشخاص يكون واضح. انا حلاوتها مستقل. نعم. بتقلي ببلد متل لبنان استقلالية ما بتفيد. انا مرتاح مع ضميري. انا مرتاح مع حالي. انا مرتاح مع ما اؤمن فيه والعالم اللي انتخبوني. العالم ما انتخبتني لانه وانا بالاخر حليف لهالاشخاص هولي. نعم. نحنا مع لبنان. انا بالنسبة للي لبناني بامتياز. مم. سني على راس السطح. وانا بيروتي على راس السطح. بس انا بالنتيجة ممثل للشعب اللبناني. نعم. اليوم اذا ما بنا نتعاطى فعليا بها الطريقة. انه نتخطى بقى الشخصاني تنوصل لحديث بلد. نعم. نحنا عم نضيع وقتنا. سيد الكريم. كل هالقوة السياسية اليوم عم تقد علينا مراجل. مم. يكفي هيدا متل اليوم. بلشنا من اسبوع بقول فيك تسحب الف دولار بالشهر. مم. بعد اربعة ايام نزلت للخمسمائة دولار. نزلت للتلتمائة دولار. وهلأ وصلنا للميتان وخمسين دولار. ويقال اسبوع الجاي ميتان دولار. مم. بدأسلك. اذا انت عندك عائلة من اربع اخمس اشخاص. بدأك تروح بس تشري اكل. بيكافوك الميتان دولار بالاسبوع. لا. لكن. لك المصرف عم بيحدد لك اكلك وشربك. لكن هون هون سؤالي للك. كل هالابضايات السياسية. وانا بيصرفوها هيدا. لان ترى ها. لان المواطن ما بقى فيارة معه اذا انت تماني ولا اربعة عشر دار. ما فيارة معه مين اقنت. بدوا يعيش. ونحن تحت اطار ما بتنزل لك وانت ما بتتنزلني. شوف وين صار البلد. بالوضع الاقتصادي السيء لان عايشين فيه. نعم. انا بدي اشكرك نائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني على هذه الاطلالة معنا. صراحة يعني. وصراحة. انت دايما صراحة. ما يمكن صراحتك ازاي دي احيانا. ما معلو ازا اعمل لك مشاكل. خصوصا هلا ازا. انا مأمن بهالبلد. انا بالنسبة لي العمل العام النيابي ولا غيره هي. انت اسمه عمل عام. يعني انت بدي يقدم وقته. نعم. ومجهوده على حسابي تاخدم غيره. ازا ما عندي الجرأة. احكي باسم هالعالم انتخبوني خلينا نقعد بالبيت ونضب. ان شاء الله. اللي قاتي الى على وضع البلد يكون افضل لانه اللبنانيين يستحقون حياة افضل. وضع اقتصادي افضل. وضع سياسي افضل. وضع امني دائما افضل. والله يبعث الخير. ان شاء الله خير. انا اشكرك جدا استاذ فؤاد مخزومي. مبعث اذا المؤابرة التانية معانيت لك دولة الرئيس. ولا مضلنا ساعات النايب. هذا السؤال الاول سألتك. اسمي ابو رامي حبيبي خلينا بس على الاساس. الله يرحم رامي ان شاء الله جليك.